فالتحاد الكورة قال لكابتن الكاس يلا تفضل فالراجل الكاس اشتغل تعب ولف ودار لحد ما جاب لعيبة عدد من اللعيبة من كثير من الاندية وبدأ يشتغل وبدأ يلعب مطشاة التصفيات قربت الاتحاد الافريقي او الاتحاد الدولي او اي اتحاد في الدنيا عامل حاجة جديدة اختبار كده للعظم يقول لك اللعيب ده سنه كام عشان عدم التزوير في المراحل السنية دي لانه اليوم بيفرق الشهر بيفرق السنة بتفرق فلقى عشرة لعيبة من المنتخب عشرة لعيبة من داخل المنتخب ينطبق عليهم انه هم فوق السن فكان القرار الفوري من اتحاد الكرة انا احنا خلي بالا حضراتكو بس واحنا عندنا كام اتحاد هنا اتحاد الاتحاد المصري لكرة القدم صح؟ جيبشن فوتبول السيوشن اسمه كده بالعربة بالفرنساوي ما عرفش مش عارف فهذا الاتحاد قرر استبعاد اللاعبين العشرة التالية اسماؤهم او الاتية اسماؤهم محمد اهاب من نادي الزمالك عمر ياسر من نادي الزمالك عبد الرحمن نصير من نادي امبي عمر حسام من نادي امبي عصام جمال من نادي الاتحاد محمد جابر من نادي الاتحاد محمد طرق من نادي المقولين عمر تامر من نادي سموحة زياد شاكر من نادي الاسماعيلي عبد واب محمد من نادي حرس الحدود والله العظيم تلاتة لو فيهم لعب من نادي الاهلي كنت قلت اسمه اول اسم عشان بس محدش يقول لك ايه اصلاه اهلي وزمالك وحتفظلوا تحسبوها اهلي وزمالك احسبوها زي ما انتوا عايزين لانه ما في قضية الا هنفجرها هنا لانه هذا حق ماينفعش يبقى انا عندي ابن طالعان عينه وعين اللي خلفوه والام تشيل وتودي وتغرب والاب نفس الامر والحدوتة ويجروا ورابنهم ويحاولوا معاه وعين في الاخر يجي واحد متسنن او اكبر في السن او ضرب بطاقة او ضرب مش عارف ايه وياخد مكان ده نمرة واحد نمرة اتنين فين الفرب ليه سيبك من النتائج وسيبك من اللي يفوز وسيبك من اللي يخسر ولا تفرق معايا انا بتكلم على نظام لكرة القدم حل لهذه الازمة ازمة التسنين لانه الامر بنصرخ منه بانه انا بقالي اكتر من عشرين سنة انا في الحدوتة دي بتاعت الاعلام الرياضي معلقا من ستة وتسعين مقدما من تمانية وتسعين لحد اربعة وعشرين احسبوها بقى زي ما انتوا عايزين احسبوها زي ما انتوا عايزين داخلي على تلاتين سنة عمر يعني فانت الاتحاد عملت حاجة جميلة جدا عملت الكشف ومش عملته عشان خطر سواد عيون حد لا لا انت خفت اتعمل الكشف هناك في البطولة يطلعوا لمعاخزة مزورين نضطرت برة ونخسر المباريات لكنك عملت خطوة ممتازة وهي الكشف عن الاعمار او الكشف الطبي ده فدول ظهروا مزورين او مسننين انا مش عايز اظلم الولاد قوي طيب الحل يبقى ايه انا اكتشفت دول واستبعدتهم من المنتخب هل يا خلقه هل يا بشر هل يا ناس انا استبعدوا من المنتخب واقول له خد مني بوصة بقى وروح لعب في فريتك النادي الاهلي بقول لي اتحاد الكرة ام بواجباتك ام بمسئولياتك ده ازمة انت اعترفت بيها على الله ده انت استبعدتهم تطلعوا بره المنتخبات تقوم تقول له بص يا ابن انت هو انت بره المنتخب بس انا حكافك وحدخلك تلعب مع فريتك الله ما لا حوله ولا قواته الا بالله ده انا حتى قلت يعني كان دردشة بين كابتن علاء نبيل قال لي لعب مع فرقهم لا انا بفكر الاقوبة بقى قصية بالاقاف مثلا سنة او سنتين قلت له الله يا كابتن علاء بلاش الاقاف الكبير ده يعني لازم يحصل عقوبة بس خليهم بدل ما بيلعبوا مثلا في 2008 يلعبوا في 2005 يبقى حتى لو مسننين يبقى ده وقد يكون اللعبة نفسهم ما يعرفوش فاللعبة يعني مظلومين او مغلوبين على امره لكن انا اقول له تعالى لعب في سنك الله طب الاب والام الغلابة دول يا عم سبك من البطولة ياخدها امبي ياخدها الزمالك ياخدها الاهل ياخدها الاتحاد ياخدها المحلة ياخدها حرس الحدود ياخدها المصر ياخدها الاسماعيل ياخدها الترسانة ياخدها السويس ياخدها طنطة ياخدها المحلة اللي انت عايز تروح للبطول لكن حطوا مرة واحدة نظام اشتغلوا صح مرة الوجه اللاب عمالين صوت يا لجنة الانضباط اجتمعوا ما بيجتمعوش يتحادوا الكرة خدوا قرارات ما بياخدوش يبتوع الحكام قولونا هتعملوا ايه ما بيعملوش يبتوع الناشئين ما بيجوش يبتوع الربطة مش موجودين طبعا نكلم مين نكلم مين قولونا نكلم مين مش عارفين نكلم حد مرة تانية وتالتة والف القصة مش قصة الفوز بفطولة القصة قصة العدالة قصة المساواة وانا بدم في ملطة